أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السنوات الأخيرة أثبتت أنه لا بد من وجود حل جدري لمواجهة الظروف الجوية الصعبة في الإسكندرية وذلك في ظل كميات الأمطار غير المسبوقة التي أصبحت تغطل على المحافظة مشاددا على ضرورة وضع حلول دائمة ومختلفة جاء ذلك خلال الابتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي خاصة أنه أحد الحلول المهمة في ذلك على أن يبدأ التنفيذ مع انحصار النوات والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن مؤكدا ضرورة العمل على الاستفادة من هذه المياه وبتحويلها على المصارف لإعادة استخدامها والاستفادة منها كما وجه مدبولي بسرعة الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الاستراتيجية التي عرضتها جامعة الإسكندرية وكذلك خطط شركة الصرف الصحي ووضع تصور مشترك وخطة تنفيذية بتكلفة مالية لكي يتم البدء الفوري في تنفيذها مؤكدا على ضرورة أن تتضمن هذه الحلول الوضع في الحزبان ما يتم حاليا من مشروعات تنموية واسعة في محافظة الإسكندرية